توصية هامة خرج بها لقاء الحكومة مع الولاد بعد عرض المشاكل الميدانية من قبل المشاركين عبر ورشات ناقشت عدة محاور حلول تم تقديمها في شكل توصيات تمس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقد آن الأوان لترشيد النفاقات العمومية واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة والتجنب أي شكل من أشكال التبذير يجب أن تعملوا على إشراك جميع الفاعلين المحليين المنتخبون الموظفون والجمعيات إلى آخره في التكفل بالاحتياجات العاجلة والأساسية لمواطنين الوزير الأول وخلال اختتام أشغال اللقاء أكد على ضرورة إطلاق مشروع شامل لإصلاحات جذرية لإقامة حكم عصري يحدث قطيعة مع أنماط الحكم السابق وأخلاقت الحياة السياسية من خلال المعركة ضد الفساد والفاسدين الفاسدين هذين ما زالهم موجودين في الإدارة ما زالهم موجودين في المؤسسات ما زالهم موجودين على المستوى المحلي المؤسسات ما زالهم موجودين في المؤسسات ما زالهم موجودين في المؤسسات وهم كما قال سيد رئيس إرامي يحاولون الآن لكي يعرقلوا المسيرة منهم وانتعينا التعيينات يجب أن تكون على أسس الإنسان الذي يغلط ويكون عنده لكن يغلط رغم أنفه يعني ما توله شو لهذاك المؤمن مسامح الدولة تأخذ بالاعتبار مادي لكن إذا أخطأ عمداً فيخلص عليها تحقيقات وبعد فورة العدلة مجموعة من التوصيات خرج بها اللقاء الثاني للحكومة مع الولاد لتجسيد تنمية محلية حقيقية بأبعاد مختلفة تستجيب لتطلعات المواطن ترجمة نانسي قنقر